وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاء والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علميا وثقافيا وذلك في إطار تعزيز جهود مواكبة القطاب الديني لتطورات العصر والتفاعل معه على نحو مستدين ومعتدل مع الحفاظ على الثوابت وتعميق الفهم الصحيح للدين الإسلامي ومقاصده السامية وترسيخ القيم الإنسانية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومستشار الرئيس للشؤون المالية اللواء محمد أمين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات من بينها جهود وزارة الأوقاف في الاستعداد لشهر رمضان المعظم وعرض لأنشطتها الدعوية والمجتمعية فضلا عن متابعة تنفيذ التوجيهات المستديمة للسيد الرئيس بشأن تنمية موارد وأصول هيئة الأوقاف وحسن إدارتها واستثمارها بما يحقق الصالح العام وخلال الاجتماع وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تحسين أحوال الآئمة والدعاء والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علميا وثقافيا وفقا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة بما يضيف إلى قدرتهم على التعامل الإيجابي الواقعي مع القضايا المطروحة وذلك في إطار تعزيز جهود مواكبة الخطاب الديني لتطورات العصر والتفاعل معه على نحو مستنير ومعتدل مع الحفاظ على الثوابت وتعميق الفهم الصحيح للدين الإسلامي ومقاصده السامية وترسيخ القيم الإنسانية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس استمع إلى عرض من وزير الأوقاف لخطة الوزارة بشأن العناية والاهتمام بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا وتفسيرا خاصة ما يتصل بالمقارئ القرآنية في المساجد الكبرى ومقارئ الآئمة وكبار القراء فضلا عن استعراض مجريات المسابقة العالمية للقرآن الكريم المنعقدة خلال الشهر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بتعزيز الاهتمام بالمتميزين والنبغين والعمل على صقل مواهبهم وتنمية عقولهم وحسن فهمهم لمعاني ومقاصد القرآن الكريم كما عرض السيد وزير الأوقاف خلال الاجتماع خطة الوزارة لشهر رمضان المعظم خاصة برامجها الدعوية والندوات والملتقايات الفكرية خلال الشهر الكريم حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعميم هذه الأنشطة على مستوى الجمهورية وفيما يتعلق بتطور إيرادات هيئة الأوقاف أوضح الدكتور محمد مختار جمعة مواصلة الإيرادات للنمو المضطرد محققة حوالي مليار ومائتي مليون جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بزيادة تقدر بنحو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي